احتفل مجمع القرآن الكريم بشارقة صباح اليوم بإنجازين مهمين وذلك بوصوله وتغطيته 140 دولة في العالم وتغطيته دول القارة الإفريقية البالغ عددها 54 دولة وأكد شيخ شيرزاد عبد الرحمن طهر الأمين العام للمجمع أن المجمع استطاعوا في فترة قصيرة من تأسيسه تغطية 140 دولة من دول العالم وتركيز على الدول البعيدة عن العالم الإسلامي والتي تحتاج إلى دعم استثنائي مؤكدا أن ذلك ما كان ليتحقق لولا فضل الله تعالى أولا ثم بدعم ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للمجمع وعبر الشيخ شيرزاد عن امتنانه للعاملين بالمجمع ومثابرتهم وأتفانيهم في العمل مشيرا إلى أن العمل بمجمع القرآن الكريم يسير بمبدأ العمل الجماعي وبروح الفريق الواحد مع الدقة في الأداء والمرونة في التعامل مع المعطيات التي يفرضها الواقع ضمن بيئة محفزة للأداء تحيل التحديات إلى فرصة مشيدا في هذا الصدد بقسم الاستقطاب والعلاقات الدولية بالمجمع الذي كان له الدور الأكبر في هذا الإنجاز